لأي مدى يعري موقف أنصار الله الموقف العربي الرسمي وإلى أي مدى يكشف التخاذل العربي ويظهر أن هؤلاء بما لديهم من أوراق قوة استطاعوا تغيير المعادلة فيما عجزت كل الدول العربية عن فعل أي شيء ومش يعري جمالي الحوثيين عروا الأمة العربية الشعوب العربية الدول الحكومات لا أقول الشعوب عفوا الحوثيون عروا الأنظمة العربية والحكام العرب كما يقال ربي كما خلقتني الحكام العرب الآن مكشوفين تماما ومكشوفين بأنهم ليسوا عاجزين وإنما متواطئين ومكشوف بأنهم جزء من الحرب على قطاع غزة ومكشوف بأنهم يقومون بإسناد إسرائيل ومكشوف أنهم يريدون أن ينهوا قطاع غزة وواضح أنهم يحلمون بأن يستيقضوا ثاني يوم ولا يجدوا قطاع غزة وواضح أنهم يشاركون شارون في حلمه اللي كان قبل من 2005 عندما قال آمل أن أصحوا ولا أجد قطاع غزة السؤال هو المركزي ماذا فعل الغزيون للأمة العربية والإسلامية للحكومات العربية والأنظمة العربية حتى نفصل بين الشعوب والأنظمة قطاع غزة يخوض معركة ضد العدو والمهدد الأمن الاستراتيجي رقم واحد للأمن القومي العربي دين قطاع غزة يدافع عن القدس والمقدسات وحتى طوفان الأخصى عندما انطلقت قالوا أن هذا للرد على عربدة الإسرائيليين في المسجد الأخصى مسجد الأخصى هو لكل الأمة العربية والإسلامية رقم ثلاثة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تطلق رصاصة واحدة لا في شوارع عمان ولا في شوارع بيروت ولا في شوارع الرياض ولا في الإمارات ومعركتها واضحة منذ اليوم الأول أنها مع الاحتلال الإسرائيلي رقم ثلاثة أن الدول التي تختار التطبيع مع إسرائيل هي نفسها تقول أنها متحالفة مع إسرائيل وأنها جزء من المعادلة الإسرائيلية إذن عندما نقول أن هناك جزء من الأنظمة متحالفة مع إسرائيل أنا لا أقول ذلك أتهم ذلك هم أعلنوا ذلك ووقعوا اتفاقيات وبالتالي هؤلاء كلهم يشعرون وأنا أريد أن لا أطمئنهم بأن هذه المعركة ستنتهي اليوم أو بعد أسبوع لن تنتهي المقاومة في قطاع غزة لأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عندها حاضنة ولأن هذا خيار الشعب الفلسطيني ولأن إسرائيل التي يحتمون بها تلك الأنظمة تحتمي بإسرائيل هي على مدار 94 يوم فشلت في القضاء على مقاومة محاصرة وعلى شعب فلسطيني محاصر وعلى أطفال ونساء وعلى شيوخ يخرجون من تحت الأنقاض ويهتفون للمقاومة وهذا كله لا يعري إسرائيل هو عرّ إسرائيل وعرّ تلك الأنظمة السؤال الآن هو إلى أي مدى ستصمت هذه الشعوب على تلك الأنظمة وقد اختضح خيانتها باتت على عينك يا تاجر كما يقال باللغة العامية ترجمة نانسي قنقر